السلام عليكم. معكم مريدا من قناة كورا فانز وحلقة جديدة من حلقات الميركاتو ديال الأندية المغربية اللي سنتحدث فيها إن شاء الله على أبرز الصفقات اللي حدثت في الأيام السابقة وكذلك أبرز الصفقات اللي من المرتقب على أنها توقع سواء في الساعات أو الأيام المقبلة. كان بغير نتكاركم على أن الحلقة اليوم يعني الحلقة عشرة فيما يخص الميركاتو ديال الأندية المغربية لما شفش الحلقة السابقة يرجع ويشوفون ويكملت الحلقة بش تكون على دراية فيما يخص أبرز الانتقالات لدارتهم الأندية المغربية استعدادا للموسم الجديد اللي من المرتقب على أنه يكون موسم قوي موسم تنافسي بكل ما تحميل الكلمة معناه. لماذا كنعود هذه المسألة؟ أنه صراحة في العديد من المرات أو في العديد من الحلقات يوصلوني استفسارات. لماذا لم أدرتيش على هذه الصفقة؟ لماذا لم أدرتيش على هذه اللاعب؟ وأنا هضرت عليه في حلقات سابقة وما يمكننا في كل حلقة نعاود نفس الصفقات كيف ما قلت من قبل لما ينتهي الميركاتو غا تكون عندنا واحد تقييم غا تنضيره الميركاتو ديالكل فارق على حيضة ومن بعد ذلك نضيره التقييم للكل فارق. قبل أن نتخل في تفاصيل الحلقة إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا تدعمونا بلايك أكبر عادة ممكن منها اللايكات باش نكملوا في حلقات الميركاتو. لما لا تشارك في القناة ديالنا اشتركوا فيه على جرس الإنبيهات باش دائما يوصلوا جيد أول بأول. والذي يريد أن تشارك في حالة ديالنا على الفيسبوك سأخذ لكم اللينك في أول تعاليك متبت. دخلوا في تفاصيل الحلقة. دخلوا في حلقة اليوم هو يوسويت برشيد للغاية الآن درس 17 صفقة بالتمامي والكمال. رقم قياسي كبير بكل ما تحميل الكلمة معنا وما ننسوش على أن الميركاتو ما زال ما سالش يعني هذا الرقم مرشح للارتفاع. أبرز الأسماء اللي يتعاقد معهم يوسويت برشيد اللاعب الولادي أوشين جنازو الهيلالي اللاعب زحاف أسماء كثيرة لا تعد ولا تحصى وكيفما قلت الرقم مرشح للارتفاع. يعني أبرز الصفقات كانت صفقات مجانية تنظر على أن يوسويت برشيد سيكون أمام تحدي كبير الموسم القادم لأنه باش تبدأ الموسم جديد بفرقة جديدة يعني اللاعبين نخصهم واقس باش ينساجموا مع بعضياتهم باش ينساجموا مع طريقة اللاعب دي المدرب. واشفنا تجارب من قبل يعني فورو قدرت نفس الأمر وفي الآخير عبطت للقسم الوطني التاني. عموما ما نتمنى وشاهد المسألة ليوزويت برشيد ونتمنى على أنه يكون أحسن الاختيار فيما يخص الصفقات. مولودية توجده يتعاقد مع اللاعب أيوب المدن قادما منه الويدات الرياضي إعارة لموسم واحد. الفتح الرياضي يواصل سلسلة الصفقات ويتعاقد مع اللاعب المهدي قرناس قادما من الدفاع الحسني الجديد. ثاني صراحة تعاقد في المستوى المهدي قرناس كي تعتبر من أجود ومن أبرز اللاعبين في البطولة المغيبية. لغاية الآن الفتح الرياضي ده الخمسة دي الصفقات. المهدي قرناس سوميلة دحدوح أيوب القاسمي ونناح هدوم الصفقات دي الفتح الرياضي. تنظن على أن الهدف الأول للفتح الرياضي هذا الموسم يظهر بوجه مغاير. الموسم السابق الفتح الرياضي عانى الأمرين. يعني كان قريب جدا من مراكز الهبوط وتمكن من ضمان البقاء في القسم الوطني الأول بشق الأنفس. وصراحة هذا المركز لا يليق بفرق كبير من قيمة الفتح الرياضي اللي عودنا على أنه يظهر بوجه مشرف وكي نفس على المراكز الأولى. وأيضا الفتح الرياضي عودنا أيضا على أنه يعطي فرصة للشباب وكيخرج العديد من اللاعبين اللي ينتقلوا سواء للأندية الأخرى في البطولة المغربية وأيضا للدوريات الأوروبية. الويداد الرياضي يتعاقد مع اللاعب جلال الدودي 36 سنة لمدة موسمين بطلب من المدرب الرقراقي. الرقراقي كان يقلب على لاعب بمواصفات خاصة. لاعب اللي يمكنه يعتمد عليه في مراكز متعددة ولاعب متقل بالتجربة. وهذه المواصفات كلها موجودة في اللاعب جلال الدودي. عنده تجربة كبيرة أسبق له لعب في العديد من الأندية سواء في البطولة المغربية وكذلك في الخليج. متعود على اللقاءات المهمة واللقاءات المصارية وهذه المسألة أركز عليها المدرب الرقراقي. أيضا لاعب يعني مثال لللاعب المقاتل واللاعب الشري صراحة بكل ما تحمل الكلمة معنا. يعني لاعب يمكنك تعتمد عليه داخل رقعات الملعب. يعني العيب الواحد اللي فيه هو النرفزة الزائدة اللي كتكلفه في العديد من اللقاءات بطاقات مجانية. أيضا الوداد الرياضي يتعاقد مع المهاجم الكونغولي جوفيل تسومو 30 سنة قوي البنية متر وتسعين سنتيم يمكن لي نقول على أنه مهاجم رحالة بكل ما تحمل الكلمة معناه. سبقلوا العب العديد من الدوريات العب الدوري الروماني القبروصي الصيني الألماني. يعني طوال المسيرة دياله العب سبعا ديال الدول. ولعب في 13 الفارق. يعني وهذه المسألة يمكن تقلق الجمهور الودادي. يعني لماذا هذا اللاعب لا يستقر حتى شيء فارق؟ عموما ما يمكننا نكونوا أو ما يمكننا نحكموا على هذا اللاعب. شفنا العديد من اللاعبين اللي كانت مبنية عليهم واحد الآمال كبيرة جول الدولي المغربي وما قدموش الإضافة. وشفنا لاعبين مغمورين وجول الدولي المغربي وكما كنقولوا المشتوى ديالهم انفاجر. ولما كنشوفوا العقد اللي داروا الودادي الرياضي مع هذا اللاعب. عقد لمدة سنة واحدة قابلة للجديد. عموما خليوا لي الأراءة ديالكم فيما يخص الصفقتين اللي دارهم الودادي. سواء صفقة ديال داودي وكذلك صفقة ديال جوفي لتصمو. وشك التضنوع عنهم غي يقدموا الإضافة للويدات الرياضي. خليوا لي الأراءة ديالكم في التعليقات. أخيرا وبعد طول انتظار ميناء الجمهور الرجاوي. الرجاء يحسن صفقة اللاعب أحداد قادما من الزمالك المصري. قيمة صفقة قدرت 100 ألف دولار. أضيف إلى ذلك اللاعب أحداد نازل على المستحقات دياله اللي كانت عند الزمالك. للقيمة دياله تقريبا 300 ألف دولار. صفقة مهمة لفريق الرجاء الرياضي. اللاعب أحداد تعتبر من أبرز اللاعبين. يعني عنده تجريبة كبيرة في البطولة المغربية. رفقة العديد من الأنذية. وأيضا عنده تجريبة في البطولة المصرية. ومنسوش أيضا على التجريبة الثانية لللاعب أحداد. رفقة الرجاء الرياضي. والتجريبة الأولى كانت تجريبة ناجحة بجميع المقاهيز. يعني اللاعب أحداد. سمعت واحد صريح دياله. قال على أنه يحب ويحشق الرجاء الرياضي. لأن التجريبة الأولى اللي كانت عنده مع الرجاء. حس على أنه وصل عائلة دياله. قال ترحاب من طرف الجمهور الرجاوي. وأيضا ولف مع اللاعبين. وقال على أن الهدف الأول دياله هذا الموسم. كان هو أنه يرجع الفريق الرجاء الرياضي. ويقدم مستوى جيد جدا. باش يرضي الجمهور الرجاوي. يعني كيف ما قلت صفقة مهمة لفريق الرجاء الرياضي. خصوصا مع رحيل بين مالونغو. اللي كان يشكل القوة الضاربة في هجوم الرجاء. واللاعب أحداد تنظر عنه الجمهور الرجاوي كيعول عليه بزاف. باش يعوض اللاعب بين مالونغو. أيضا صفقة أخرى للرجاء الرياضي. الرجاء يتعاقد مع اللاعب بوش عيب عراسي قادما من شباب المحمدية. لاعب ابن الرجاء الرياضي. يعني تدرج في الفئات السنية للرجاء. قبل ما يمشي لشباب المحمدية. وارجع الآن للفريق الأم دياله كيلعب كمدافع. يعني لغاية الآن عشرات التعاقدات لفريق الرجاء الرياضي. تعاقدات في مراكز متعددة. يمكنني نقول على أنه ميركاتو محترم لفريق الرجاء الرياضي. ولكن لغاية الآن يعني العديد من اللاعبين. ماذا ما عرفناش المستوى ديالهم. كما كنقوله باللغة العامية. أرضية الملعب ستكون هي الفيصل. وتنظر على أن اللاعبين محتاجين العديد من اللقاءات. باش يولفوا بناتهم. وأيضا باش يولفوا بطريقة اللاعب ديال المدرب. كان هذا كل ما يخص حلقة ديال يوم. حلقة تحدثنا على ميركاتو الأندية المغربية. وأبرز الصفقات اللي كانت في الأيام السابقة. ستكون لدينا إن شاء الله تغطية أخرى في حلقات قادمة. إذا أعجبتكم الحلقة. لا تنسوا تدعمونا بلايك. بارتاجي والحلقة اللي لم يشتركوا في القناة ديالنا. اشتركوا في الوزراء. اشتركوا في القناة ديالنا. اشتركوا في القناة ديالنا. والذي يريد أن يشتركوا في تحدينا على فيسبوك. اشتركوا في القناة ديالنا. اشتركوا في القناة ديالنا.